اشتركوا في القناة واقتصادية وحقوقية جسدت الاهتمام البالغ والمستمر من القيادة الحكيمة بحقوق الإنسان مشيرا الوفد إلى أن الحزمة أسهمت بشكل إيجابي في الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق ومكتسبات المواطنين وأكد الوفد أن المملكة تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق استراتيجية وطنية متقدمة توازن بين الفرص والتحديات وتسهم في تعزيز المكتسبات الوطنية وبما يدعم المنجزات ويعكس تبني البحرين لمبادرات وبرامج تنموية تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأوضح وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين قامت ببناء نموذجها الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مؤكدا أن مملكة البحرين تبنت نهجا متكاملا ومتطورا في التصدي لجائحة كورونا واستطاعت تحقيق إنجازات متعددة في التصدي للجائحة ومعالجة تأثيراتها ترجمة نانسي قنقر